موسيقى مرحبا بكم مشاهدين الكرام رسمكم قرار في قناة سارة انجليش ومرحبا بكم في درس جديد درس ديال اليوم مرحبا بمناة الكلام المنقول سنبدأ نشرحه هو الول الربورتد سبيش ومن بعد سنقضي ثماني ديال تيكتو انجليش دوزياماني باكالوريا نبدأ بأول حاجة اللي هما ريبورتين فيربز ريبورتين فيربز هما الأفعال اللي كنستخدموهم باش ننقلوا واحد الكلام معين مثلا الأغلبية اللي كيتقال هو الساي ولا التال سيد ولا التال وكتلقاوا أنه الفرق ما بين ساي تال والسيد والتال أن الساي وتال أدنا في سيمبل بريزن إذن فاش كتكون عندنا دك الريبورتين في سيمبل بريزن ما كنبدلو حتى شي حاجة ويريد السنتنس أز إتيز كنكتبوها كما هي كيكون واحد تتغيير زم ما قليل غادي نشوفوه فاش ولكن عامة ممكن تبدل حتى شي حاجة إلا عندي في سيمبل بحاست إلا عندي سيد ولا تولد هنا في نكيب تصدع صراحة لأنه هاد الدرس ماشي صعيب وماشي سهل حاجة اللي مصعباته مشي صعيب لأنه ماشيش حاجة صعيبة زمان لي ما سهلوش لي ما خلاش يكون سهل أنه فيه بزاف ديال بين قوسين الفرع بزاف مشيغل شوية ولكن مهم غادي تتبعوا معايا وشوية بشوية غادي تتبعوا لي وتعرفوا كيفاش تقدهم بوا أول حاجة قلنا إلا عندنا سيد ولا تولد كان بدلو almost everything تقريبا كان بدلو في الجملة تقريبا كل شي إحنا غادي نشوفو هاد الجملة هدي إلا عندي فيها هاد الجملة إلا كان الريبورتين فراب ديالها في السيمبل بحس كيفاش كتبتدل عندنا كتبتدل لنا البروناونز أوكي مثلا عندي I, you, he, she, it it ما كدش بساف أنا غزتها we, you, they you اللولانية المفرد و you للتحس ديالة الجماعة يعني أنتم أو لأنتنا لحسب هنا فاش كيكون عندني الريبورتين فراب في بحس شنو كان بدلو I كتولي he ولا she أوكي you كتولي I he و she و it كيبقى و كيما هما يا we كترجع they you كترجع we و they كتبقى they و نشرح هاد لقطة كيفاش مثلا أنا جيت و قلت لكم I am happy انتم ما غتمشي و غتلقاوا مع شي حد واش غادي تقول لهم Sarah said I am happy ولا Sarah said she was happy يعني غادي ترددك I اللي أنا قلتها فاش هدرت على راسي فاش غا تنقلوا لهدران شي شخص واحد آخر غا تهدروا علي يعني غادي تقولوا she اوكي ولكن شي دري مثلا هدر على راسه فاش غادي تمشي تبغي تقول شنو قال لصداق ديالك غا تقول he يعني قال لي مثلا عمار او لقلت لي خديجة قالت لي خديجة بغت تمشي مثلا عن صحبتها ماشي قالت لي خديجة انا بغيت نمشي عن صحبتها احنا في العربية الدرجة ديالتنا ما كيناش قاعدة بحلوقان قلنا نقدرون نقوله اي حاجة ولكن غير بغيتكم تفهموا كيفاش وعلش كيتبذلوا بهالطريقة you يعني انا جيت نسولك مثلا انت واحد من هدولي كتفرجوا مثلا انت اللي كتفرج فيها بيت نسولك what is your name يعني سولتك انت انت فش غاتمشي عن صديق ديالك غاتقول لك لأستاذة سارة سولتني انا اي اوكي كترجع اي he or she or it كي بقوا كما هما يا ما كيت تبدلوش يعني لا مثلا قلت لك انا يا راح اسمى جابت مزيان في امتيحان يعني راح هي جابت مزيان في امتيحان يلا مشيت انت بتتهضرين مع شيء اخرى بتقول انا قلت لي يا سارة بلي هديك جابت مزيان في امتيحان يعني كتبقى كما هي يامك يبقى الش الفرق وي فاش كان قول لك وي يعني نحن احنا يا هاش ندرنا هاش ندرنا انت فاش غاتمشي تريبورت الهدرة ديالتي غاديتقول هوم 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 اللي دارو يعني ذاي يو اللي كانوا الجماعة يو انتم يعني مثلا انا كان خاطبكم انتوما فاش مثلا في القيسم فاش الأستاذ كي يقول لكم انتوما قدوا التمارين اوكي فاشي واحد مثلا غائب قال لنا الاستاذ مقدوا التمارين يعني كترجع وي ذاي كتبقى ذاي نشوفوا البرونوز الاخرين اللي هوم بحال هادو ماي يعني شي حاجة ديالتي يور شي حاجة ديالتك هز شي حاجة ديالتو هر شي حاجة ديالتو اكسترا حتى هي نفس الحاجة كنت بدلو بحال هكا هز ولا هر يور كترجع ماي هز هر وإيت كيبقاوكم ماهو مايه آور كترجع ذير يور كترجع آور ذير كتبقى ذير نشوفوا الحاجة الاخرى اللي كتبدل اللي هو البرب تانز يعني تصريفن تاع البرب حتى هو كيتبدل هاد التانز تاع البرب سهل نعطيكم كيفاش سهل البرزنت اللي عندك في ال دايريكت سبيتش البرزنت كترجعو انت في البحاست اللي عندك في البحاست كترجعو في البحاست هندك احنا غ hatred نزيدو متعمق هذا عندك مثلا festival present present continues present perfect present perfect continues كتيرجعو لنك ارجعو لنك الro warm simple present كيرجع simple past present continues past continues present perfect كترجع past perfect present perfect continues كترجع past perfect continues يعني كتلاحظوا أي حاجة فيها present هناخذينا فقط غير present بدلناه للpast نشوفوا دبا كيفاش كيكونوا عندنا past إلا عندي past شنو كندير مثلا عندي simple past simple past كترجع past perfect past continues كترجع past perfect continues past perfect كيبقى past perfect لأين لأنه past perfect هي بحالة قلتي أقدم حاجة عندنا في الماضي ما كينشي حاجة أقدم منها يعني past perfect كتبقى past perfect past perfect continues كتبقى past perfect continues نشوفوا الحاجة الأخرى اللي كتبدل مثلا المادلز عندي can, may, will و must هدول كيتستخدموا بزاف هكي باش كيتبدلوا can كترجع could, may, might will, would, must كترجع had to يعني كيكونوا كمار الضغم حالة قلتي للpast الحاجة الأخرى اللي كتبدل هي time expressions اللي عندي عبارات اللي كتدلي على الزمن في الجملة اللي هي direct speech كن بدلوهم حتى هما مثلا now كترجع then دابة كترجع ديك الساعة هي then today and اليوم the other day okay yesterday the previous day last the previous she had a habit last monday the previous monday last month the previous month tomorrow the following day ولا the day after وجوجهم صحح next the following مثلا بحال next monday the following monday next month the following month etc هاد أقو كتكوننا في اللخرت الجملة بحال مثلا six years ago سنين هادي مقبل ten years ago two months ago two weeks ago كترجع بفور كتولي six years before two months before etc نشوف حتا ديموستراتي شنو قرق قصدب ديموستراتي هما هادو this those here and this those here كترجع هلقا this that these these مشي دوز these كترجع دوز the here اللي هي هنا كترجع there دابا نشوفو statement دابا نشوفو شنو اللي كي تبدل وشنو كده دابا نشوفو كيفاش كان خدمو باش كي يكون عندنا statement يعني جملة عادية ما داخلش فيها بزاف ديال صدع ما داخلش فيها سؤال ما داخلش فيها تشي حاجة أخرى عندنا جملة عادية تقدر تكون positive تقدر تكون negative نعطروا مثال بها ديك الجملة فاريد said I feel happy sorry I feel bad today هدا الداريكت سبيتش حنا بغينا نبدلوها فاريد said that he felt bad the other day هدا هو reported speech ما خدمو احنا على هادي شنو تبدلينو أولا حيدنا دوك المعقوفتين حيدنا دوك الشراطي اللي في الجناب مزيان ما بقوش عندنا شراطي زدنا that يعني فاريد said that he ديك I رضينا ها he لأنه فاريد ذري he felt feel عندي simple present felt simple past bad today today قلنا نبدلوها the other day اوكي اذا الخطوات باش اناني نبدل من direct speech ال reported speech هما هادو اول حاجة كنديروها كنحيدو ولا اومد semi columns and quotation marks كنحيدو دوك semi columns جش النوقات وكنحيدو هادوك slashes اللي كان عندنا الفوق دوك جش نتأدوك الشريطات اللي عندنا الفوق تاني حاجة كنزيدو that وهديك كتكتكون optional يعني اختياري سوى درتهاش ومن درتهاش عندك صحيح ثلاثة change the pronouns غدي نشوف ال pronouns غدي نرض لهم البال مزيان وغدي نبدلهم اوكي عاد رابعا change the verb tense كان بدلو tense ديال ال verb مثلا في هذه الجملة كان عندي simple present رضيتو انا simple past five change the time expression عاد اللي كان بدلو من بعدها العبارة انتات الزمن هادشي لكي تبدل ما عندكش العبارة ديت الزمن مزيان تهنيتي منها ولكن البروناون والverb tense كيكون عندك دايما نشوفوا واحدة الاكزامبولز مثلا عندي it's raining in london the weatherman said يعني كتصب بشتف لندن دابا now the weatherman said ذاك الرجل اللي يقدم النشرة الجوية قال so said that it was raining in london then اوكي زدت that it is عندي في الجملة اللولانية it is raining يعني شنو يعني انا عندي is raining لهوا present continues رجعت past continues يعني it was raining in london انا عندي now رضتها then اوكي two i saw i saw a great movie last night شفت واحد الفيلم زوين البارح lubna said that she had seen a great movie the previous night okay زت that بدلت البراناون كانت i وشفت شنو كتبو لي كتبو لي lubna اذا هي بنت كان دير شي عندي saw فالpast simple past يعني كان رجعو البرا الباست perfect saw الباست perfect دي ليا هد seen a great movie last night هي كترجع ليا the previous night three we had lived in ربط for three years they said that they had lived in ربط for three years اذا نو رضينا ه they lived هي simple past غن رجعو ها past perfect هي had lived and robot for three years يعني كتبقى كمه نشوفو دا بيلا عدنا yes or no questions يعني فاش كنسولوك كنتظر من لك تقول يا واش اه ولا لا نشوفو examples is linda absent هدا direct speech is linda absent واش linda غائبة كن نرجعوها indirect speech او reported speech a teacher asks his students if ولا weather بجاجهم بحال بحال linda was absent if linda was absent مزيان ادن اول حاجة كنلاحظ زدنا if weather إلا بحال لقلنا سول واش هي كانت غائبة ولا لا if she was absent ولا لا الحاجة الاخرى اللي انا كان نلاحظ عندي is في اللولانية والتانية عندي فيها was هادي حاجة طبيعية هادي قلناها في اللول لابحنا مخصناش نقول علاش لان في اللول عندنا simple present في reported speech ندير simple past يعني مباقش تقول لي علاش is ولا was الحاجة اللي انا كان شنو تبدل تبدلوا لهم الاماكن في اللول كنت انا بديت به الفرب تبي بديت is is linda absent ولكن في الجملة التانية انا ما قلت was linda absent قلت linda was absent من هنا شنو كان لاحظو كان لاحظو انه فاش كيكون عندي في direct speech w a sorry فاش كيكون عندي yes or no questions يعني الquestions اللي كيبدوا بالauxiliaries auxiliaries بحال do etc بحال ease بحال etc اشنو كندير كندير if ولا weather ما كندير that ok that هنا ما كندير هاش that كندير ها فقط مع statements اللي هما عادي مع الجمل العادي اللي ما فيهم ش السؤال if زائد weather plus s plus the auxiliary يعني كنسبق subject هو اللول عادي كنتبعو الverb ولا auxiliary يعني كيتبدلو لهم البلايس نشوفو بعض الامتيل can mr smith come to the meeting the secretary asked if mr smith could come to the meeting أنا شنو بدلت يعني حيت ذوك quotations mark ودرت if تقدر تدير weather تعيي صحيحة if mr smith could come to the meeting ok if mr smith could come to the meeting واش mr smith يقدر يجي ال meeting هنا في اللول شنو كان عندي كان can mr smith في reported sentence والتي mr smith تبعها could نشوفو التانية has sarah been to rabbit before واش عمر صارة مشت الرابا من قبل rida wanted to know whether sarah had been to rabbit before انتما درت whether مدرت ش that sarah had been يعني عندي has been انا حيت sarah رضي سا هي اللولانية اتبعت had been to rabbit before before كتبقى before لما كيش حاجة طغم بلاس 3 3 are the children at home مش داري كين في الضار the man asked if the children were at home هاني عود تاني ارضيت the children هي اللولانية عاد تبعتها were لقدمت were لانها simple past ديال are at home نشوفو النوع الاخر هي wh questions wh questions نعطو مثل wh questions بحال why how when where okay what where is the book where is the book فينا هو الكتاب فاش كان بغى نرضو reported speech كان نقول مثلا my friend asked me سولني انا where the book was where the book was اذا هنا كان لاحظ نفس الملاحظة كان لاحظ ان في اللول عندي is the book يعني is سبقات the book وفي التانية عندي the book هي اللي سبقات لي الverb to be يعني حتى في wh questions كنديرو wh plus the word الكلمة الكلمة هنا اللي عندي هي the book plus s اللي هو subject plus auxiliary ولا الverb نشوفو امثلة where is the train station فينا هي محطة تعتران التوريست wanted to know asked نقدر نقول asked or wanted to know هاد reporting verbs ما تقلقوش منهم لانه يعطوهم لكم لانه كيفوش كيتحطو لكم المتيحان في الوطني تيقول لك كمل الجملة كما بادي لك مثلا لعطاك where بحل الجملة اللولانية بحل هكو تحطو لكم تقليبا في الوطني where is the train station تبدالك a tourist wanted to know كتشوف a tourist wanted to know هي بغي يعرف يعني هناك تعرف انه ره reported speech so a tourist wanted to know where the train station was where the train station was عاو ثاني هنا حيث عندي wh questions ما درش that that كان نحيدوها فاشكي يكون عندي السؤال so where the train station was فين كان ما فين كي لزعمل train station هنا عتني كنلاحظو انه is في اللوت الجملة كانت قبل من the train station نبرض دينها was ودرناها هي من نورة the train station نشافو number two what time will the train arrive so a passenger wondered what time the train would arrive هنا كنلاحظو arrive ومن بعد في الجملة الثانية رجعت لنا من بعد the train three why do you hate me why do you hate me كامل asked زينب why she hated him why she hated him him مني هي غم بلصة لنا me نشوفو دابا comments comments يقدر يكون request يقدر يكون الأمر نشوفو جوج نتاع الأمثلة keep it quiet يعني حافظ على الهدوث كتوب don't make noise ما تدروش صدع نشوفو إلا رضيناهم reported sentences كيفاش غادي يقول a teacher asked his students to keep it quiet a teacher asked his students not to make noise مزيان أجه قبل ما ندلكم الكسبة لتحت نشوفو نحن كيفاش تخدمت هاد sentence مهم a teacher asked his students to keep it quiet إذن الجملة أنا حطت هكما هي الإضافة فقط لدرت هي أنني درت to مزيان الثانية حتى هي تقريبا خليت كل شي هو هدك غير عندي ديك don't لأن don't ما تدير شي حاجة أردتها أنا not to make noise إذن فش كتكون عندنا الكامنز في affirmative كنزيد to وكنتبعوها l-infinitive بحال l-infinitive اللي عندي في اللول هو keep إلا عندي negative كندر not to وكنزيد لها l-infinitive بحال l-infinitive ما هو make إذن كندر not to make noise هادي سهلة جدا هادي نشوف إلا تعطلكم الكامنز سهلين بزف والكامنز حتى هما ما كندير that إذن نشوف الأمثلة drive slowly سبب شوية mr. john told his son to drive slowly كل سهلة 2 don't forget to buy some apples متنساش بستشريش شتفحت so the woman told her husband not to forget to buy some apples سهلة please help me with the homework يونس asks his sister to help him with the homework هنا كنلاحظو فاشكا تكون عندي please بالجملة ما كان كنكسبوهاش for the reported speech كنحيدوها كنتبوها تنديرو بحال عندي help me with the homework so to help him with the homework إذن دا بس علينا غادي نبدو تمارين ديال باج 145 تاع لجرامر لعندي ticket to english باكالوريا سوف نحاول نسرى بشوية بش ما يكون الفيديو طويل كنظن ان الدرس نفهم لانه كما قلت لكم راه ما صعبش الحاجة لي مخليش سهلة ودك كتر تتبدال في شوية تصدائه ولكن راه ما صعبش نبدو بالتمارين الأول نقل 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 فيناهما statements وفيناهما comments وفيناهما questions statements الجمع العادي comments الأمر أو طلب questions لأسئلة كما بغا يكونوا سوى yes or no questions سوى WH questions نبدو باللولانية citizenship includes civic virtues and duties the teacher always states إذن هذي وش فيها شي سؤال لا وش فيها شي أمر لا الأمر باش نعرف أنا واش عندي comments كيكون بادلية بالverb direct أوكي ولا please تابع هالverb إما تابع هاش لا لا زي ما subject لاتش حاجة هنا subject كاي اللي هو citizenship إذن هذي statement ب what is fairness some students ask مش نايا العادلة what is fairness fairness هذي شنا هي هذة WH questions إذن كتمش ليا عند ل صاري سير أه فلتت لي اتما دائما زي ما عبر على الامتنان دي لك هذي عندي comments بادية always express يعني دائما دائما تقلب بحل شكل please so express your attitude دي is civility similar to politeness وش زي ما بحل بحل civility تقلب بحل بحل politeness شو واحد كي سأل هذا سؤال إذن هو questions d how do you define good citizen هذا حتى هو wh question نشوف هذا تمرين ثاني now now read and notice how the above sentences are reported يعني غدي نقرأ ونشوف كيف هذو الجمل الفقانين كيف هما report هم لنا في هاد الجملة يعني شنو عندي the teacher the teacher always states هنا عندي reporting verbs في present simple يعني كان حط الجملة كما هي accept يعني فقط باستثناء كان بعض الاختلافات بسيطة جدا ها نحنا غدي نشوفهم the teacher always states أنا حطيت ذاك شي لأتونك ما هو that is not that citizenship includes civic virtues and duties واش بدلت هنا شي حاجة ما بدلت تي شي حاجة عندي includes في simple present بقات في simple present إذن كان لاحظو أن statement ما كيت بدلوش كيت تحطوك ما هما مزيان هاللولانية be some students ask their teacher what fairness is good هنا شنو كان لاحظ كان لاحظ أنني في ذاك اللولانية الجملة العادية فيها what is fairness ولكن هنا شنو بدلنا لهم البلايس ما بين fairness وما بين ease إذن هنا كان لاحظو أن في الأسئلة كان بدلو الverb مع الاسم اللي عندنا التممية غنشوفو شكل واحد آخر my mother often reminds me to always express my gratitude باش دايما نعبر الامتين عن ديالي سو هنا شنو درنا is not to في بلاست that درنا always express كما كنا الجملة دي is civility similar to politeness شنو ولت هنا يا براهيم wonders wonders حال قلتي يتساءل wonders if يعني إذن if civility is similar to politeness يعني ما درناش if is civility similar to ولكن درنا if civility is similar to politeness بحال هادو فقط هما اللي كيكونوا مغيرين وكيكونوا مشابه اللي نمعه reported speech فاش كيكون لدينا reporting verb for simple past أوكي يعني فقط كان بدو الوضع المكان البلاصة نتعطي الverb ولا الاكزلوري بلاصة نتعطي الاكزلوري لأنه اكزلوري وكن نزيدو if إلا عندنا question for blast that ما كنديرش that وإلا عندي commands كندير to for blast that then شوفوا الجمال اللي اعطونا شندير لهم report so responsibility means being in charge of our choices in our lives so the quote states and states and if simple present إلا غدين كتب دكشي كما هو that responsibility means being in charge of our choices and our lives b what does fairness involve some students ask their teachers what fairness involves what fairness involves هناك اللي غايد what fairness does involve حتى يبنو حد ناحية صحيحة ولكن هادي هي الأصح لأنه كنديرو الجملة العادية يعني لأن دك does لأن الverb الأساسي عندي في الجملة هو involve عددك does فقط واحد فعل مساعد ساعدني باش نكون السؤال إذن عندي دك does simple present إذن involves غال ندرها simple present fairness involves issues of equality and impartiality عندي the teacher replies that fairness involves تتتطالك لكن ما هي never judge others without barrier knowledge judge them only on their character abilities and conduct conduct with سلوك so to never see he always warns them warns to never judge others without barrier knowledge and to judge them only on their character ability etc did you watch yesterday's show about citizenship my friend wants to know if I watched yesterday's show about citizenship يعني لأنه عندي السؤال هنا في simple pass إذن الفربي دي اللي هو watch خسو يكون simple pass حسو الفعل الأساسي اللي عندي في الجملة وديك did غير بحل اللي تستعن بها مش نكون السؤال نشوف هاد التمرين هاد number one read this excerpt from coffee and speech and do the tasks below مهم اللولانية البختي اللولانية هادرنا فيها فاش كي يكون عدنا ال reporting verb simple present البارتي التانية كي هادر لكم فاش غد يكون فيها reporting verb في simple past إذا نقرأوا هاد لكسخي هادرنا وغد نشوفوا الverbs كلهم عدنا في simple past مهم زل ما كل شي هنا دك شي اللي قال هو يعني هذا direct speech so leadership is needed more than it was 60 years ago and these days the security of every one of us is linked to that of everyone else global solidarity is both necessary and possible powerful states that states that a special responsibility to take account of global views and interests we can also do that do all these things by working together we have achieved much since 1945 but much remains to be done tomorrow so kofi annan said that leadership was needed more than it had been 60 years before he added in these in those days the security of the security of one of us was linked to that of everyone else he stated that global solidarity was both necessary and possible he also stressed that powerful states had a special responsibility to take account of global views and interest he insisted that they could only do all these things by working together finally he declared that they had achieved much since 1945 but much to remain to be done the day after we have to report verbs reporting verbs in this we have said is the first to see what we do we added he added we have a note was linked to everyone he stated stated is reporting verb فعالتاني نقلب فيش كل نقطة he also stressed stressed هو reporting verb ونقلب فين كان النقطة عالتاني النقطة he insisted إذن insisted حتى هي reporting verb ومشي عالتاني فين كان النقطة عندي finally he declared إذن declared هما reporting verbs هدو هما reporting verbs لعندي added stated stressed insisted declared direct speech هدو في direct speech هدو هما هما التنسز تصرفوا لنا هكا وغدي تشوفوا في indirect speech كيفش بحال is ولا was هدو شي هذا غدي يجيكم سهل لأنه دوينا عليه في اللوت الفيديو إذن have كتولي had have achieved كتولي had achieved can كتولي could remains كتولي remained tomorrow the day after or the following day these تتولي those ago كتولي before نشوفوا هدو سنتزز هدو ونقدهم fill in this application form to become a member so a member of أنا غدي ندوبهم شفهويا ومن بعد غدي نكتبهم لكم لأن هنا ما كفينيش لقلصة نهائيا وما غني شي بنو لكم so a member of an association told the volunteer هدي عندي command يعني fill in عمر يعني فيمتي you need to sorry مهما نبدست هنا غدي ندلكم الأجوبة لهم عندي اللولانية sorry تانية كتاب تانية to fill in that application form to become a member b عندنا how can I help in sensitizing people to become good citizens كيف أجزع ما غدي مهما how can I help in sensitizing مهما كتب لدي the volunteer wanted to know how I could help in sensitizing people to become good citizens c don't underestimate voluntary work إذا هنا عندي command كتب لدينا he advised the audience not to underestimate voluntary work d a lot of people participated in the campaign he reported that a lot of people had participated in the campaign e I will participate in a conference on citizenship Anne told Betty that she would participate in a conference on citizenship F are you invited there Betty asks Anne if I am if she is sorry if she is invited there F sorry G how long are you going to stay there she asked her how long she was going to stay there H please bring me a copy of the annual report she begged her to bring her a copy of annual report so this is the last lesson I want you to know you can understand that it is not very bad but not much enough I want you to know how to do all the things you can do I think you will have to make the answer even if you can get the answer you can answer the answer which is the last lesson I want you to know the video if you want to بخلوشو الضغط على الجام ولكن تجداد في القناة ما تنسوش تديروا ابوني ولا سبسكرايب وتفعيل جرس باش يمسلكم الجديد دايما بإذن الله وكالعادة شكرا على المشاهدة وبالتوفيق إن شاء الله وإلى اللقاء لدرس آخر بإذن الله